السلام عليكم بنات اتمنى يكون كل شيء بخير ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد الموضوع اليوم موضوع يهم الابنات لمقبيلات على الزواج الابنات المادية يجب عليهم الله يسهل على كل واحدة يفتح لكم أبواب الرزق والخير ان شاء الله وتلقى الناس الذين يفرحكم وتعيشوا معه حياة زبيرة ان شاء الله مهم البنات اي واحدة خذ القرار دل انها تزوج او كتفكر في الزواج فكتعرفي بانك ركي داخله لواحد المسئولية كبيرة وخارس كوني قدها واول خطوة بعدها باش كوني انسانا قادر تحمل المسئولية هو انك تختاري شخص المناسب بزفت البنات عندهم معايير خاطئة معايير خاطئة في اختيار الشريك الحياة كان اللي بغاه بغوص بزاف كان اللي بغاه لابسة عليها قدر يعيشها واحد الحياة الدارة فهي كل واحدة وعليش تتقلب وكل من الناس انا قد نقول لكم ما هو الاساس اللي خاصكم تتقلبوا عليه كيني تلاته الانواع دي لرجال كيني تلاته الانواح دي لرجال النوع الولو تاني غير حاولوا تجنبوهم الماكسيموم بوصيبل لانكم ما غتعيشوش مرتاحين معهم النوع الول غت يعقدبكم لعدب الاليم والنوع التاني غت يعيش معه واحد الجافاف ما تقدرش تخيله ولكن حاولوا تقلبوا على النوع التالت لأن هذا النوع الثالث هو اللي ستقدر تعيش معه حياة زمينة مستقرة وتقدر تربية ولداتكم في واحد الجو ديل تفاهم واحد الجو زمين النوع الأولى للبنات وهذا أخطر أنواع الرجال وللأسف هو الأغلبية الصحية اللي كينا للأسف هو النوع سيخ اللي دير بحلف أراشا من وردة لوردة خاصة البعيدة في سجب خاصة الأقحوان وخاصة الفل والياسمين وبقيت يتقلمي والهار بشبعة فل والهار بشبعة يسمينة والهار بشبعة يقلب على المهم هاد النوع بعد قبل ما كيتزوج أراه كيكون دير الفضاح كيكون دير الفضاح ومن بعد ما كيتزوج ربخة كيتزوج وكيتقى مثلا دير أسرة ومهلف مرته ومهلف ولداته ولكن دائما تعود حليمة لعادتها القديمة يعني هاد النوع لي كي يعاني مع هالعيالات بزاف كي يعاني مع هالعيالات بزاف كل غير بشي تزوج لك بجوج خرينة ويهنيك تقول لعلى أقدر إنسان تزوج في الحلال هاد النوع هذا ما تكفي له وحدة الجوش لتساء الاربعا من نوع الاكينتزوج بحضا يقدر يكون مهنيها دير لها دويرتها يعني يحط له مصرف هيوليداتها كي يبدأ إنسان عادي ولكن رف الخافاء دير الفضاحة شي بدأ لك رف الخافاء ما سيقاش لالخبار بعد غرها طم الكبرى هو لي عنده للكش يعين بينك يقول لك أنا هكذا دير بغيتي واذك ما بغيتي شغلك هادك قدام الأمر واقع فكتولي حياتك كاملة بتعيش معه وانتي محبطة ما عندك اكتقه في النفس ما عندك اكتقه في الرجال ما عندك اكتقه في العيالات كتخافي التصحابات تدخليهم ضدق ويبطح عيني على شي وحده فيهم ونولي في ما هي وما لونها وهذا النوع عجل ما نقول لبناء تسوله قبل ما تزوجه لا يعلجك اه صافي رب داره طبو بلت وصافي انت وكل على الله لا نسول على وليدي نسول على اهله نسول الناس لك يعرفوه واشهد السيد مربي واشهد السيدك معيني حيات هذا النوع خطير انا ما تقوليش اختيب الرجال سيتزوج ويدرداره ويدرداره ويدرداته وغادي يتبت ويرصاه نافر هذا النوع ما كيتبتلش وخايد زوج ايه امهالله مرات وطقك امهالله مرات ويبغيها ويساريها ويقول لكل شي ولكن خين خين منطر جلولة وما يقدرش تكفي ذيس في بليا هذا النوع واخي يكون ضريف واخي يكون مهالله في المرأة وخاة فعلا لمرك اتعاني معه يعني كنت تخاف كله نهارت بكذا بتجيجي شي وحدة تقول لك هدر اول دراج لك وهذا في اغلى من الاحيان قولته بكثير من العلاقات اللي يدير اللي عاقل عليهم واللي ما عاقل عليهم والمدينة اللي يمشى على صفر يشوف خاله ولا عموره يعرف شي جوجات ما عدا يرجع لك هذا النوع النوع الثاني للرجال هو النوع لمشاعره جافة قاسح واحد النوع للرجال قاسح السورة وقاموا بها لمشاعره جافة الوحسن ولمشاعرها ليكون السورة ولمشاعره ولكن من النوع ليس يعرفك أن يكون احسن بالإنتظار الذي يريد لا يتعلق إله لا يعرف ما الذي يحرره لا من الاعتراف يجب ما الذي يجب سوف نتكلم عنه من بعد كيف نعلي للرجل؟ كيف تلقاه في داره اللي خاصة الدر جيبها يعني الليف جيبه حاطه في داره مهالي فمرته مهالي فولاده ولكن مشاعره جافه مهالي مريضه انه صد غاسبه ما كيتسوقش عند هاشي موشكيل هو اللي مهم عنده في الدار انه يجيل قداره القياه القاولده القيين يلقى مكلته طيبة يلقى مرتون قياه الوقت اللي بغاها يلقىها موجودة ولكن هي كإنسانة مثلا يجيب لك دوزوين مرتي حبيبتي أمتي أولادي ارتاج راسي ذاك الهدر الزوين اللي اي زوجة بحتاجة تسمعها ما كنت تسمعيهاش هو اصلا مكين في هذا العالم يدخل الدار ما كنت تحسي بأنه زوجك اللي يدخل الدار لا 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 يشعر فيك كمرأة كزوجة يعني مشاعره باردة تخيلي معي أنك تعيشي عمرك كامل مع رجل شوفي إذا كنت انتية منذ كل نوع رقيق الحساس يعني اللي محتاجة لحانة الزوج هذا النوع للرجل ستتعاين معه صحيح صحيح أنك تعيشي مع رجل عندما يدخل الدار يدخل عينيه لا يشعر لا يشعر كزوجة يدخل لا يشعر يدخل وحدي المشكل ولمحتاج لشي حد يسمعك الشيء ديما كي يستهون بمشاكلك ديما كي يستهون بمشاعرك ما كيش خاصتك يوكل أو شربة وساكنه خاصتك اه شبعته اه شبعته دصرته شان المسال لي ليك انا عندي معدي خدمة ما عندي ميدارة نسمع لك ولكنك مشاكلك سيري عند أموك عوديليها ولا سيري عن صحاباتك ولها مايشي مثل اني شوفك في قاعدك شي مشكل اجل خرجو انت احشاء برا مالكي اشتك مش حاجة تخسر لك خاطره كما ماكينش ماكينش يقدر يدخل يشوفك مريضة عادي ما مصوقش مريضة راسيرا للفرماسيان حالا سيري سافتا يولدك وليفنتك يجيبورك الدواء ويقدر يلوحي لك فلوسة خاصة فلوسة على الطبيب يشوفه هذا لا أسورك والله لو كان عرف هذا الموضوع والله واحد السيدة اللي قتلي قلت لي يا رجلي اللي عمرها دار طيب فلوسه مايشي ديالو دار يعني لا انا ولا دار مايشي حاجة ولكن كنحش براسي باناني جسد بلا روح قلت لي ما كنحش براسي باناني مزوجة بواحد انسان كيبغينه قلت لي اهتمش بيا قلت لي لغلشي واحد مرض في الدراري وليشي موشي قلت لي تشعج فيه العافية ونضو ملو والدي وما كيبارتي وما كيبارتي واني لكن موت كيبارة كأنني جايبني مجرد بحاجة يخدمه في الدار اللي الدور لها انها تجمعه وتنقي وتقابل دراري وكتخلص خاصة فلوس كيعطيها ولكن ما كيشوفش فيه ما كينهموش قلت لي انا يا عارفة واكيد بانه ما كيعرفش وحده ما كيبغيش وحده اخرى ما كيخونيش لانه زي ما انسان ملتزم وطيب وهذا ولكن مشاعره باردة جافة يعني مشاعره ما ما تتحركش جاهتي قلت لي فقط ثيقة في نفسي واش انا يفعلان مره قلت لي ما بقش كنحس براسي بانني اني انتا يعني قلت لي كنحس براسي بانني غشي حاجة زيدة في الدارة ونقول لكم احد مسألة والله العظيم الى واحد النسبة كبيرة لدي العيات كيخونوا رجالهم كيكونوا مزوجين بهذا النوع كنت تقولك انا عندي كل شي كين ولكن المشاعر زيره ما كيناش وبثافة البنات كيكونوا بغن عايد زوجه كنت تقولك انا صافي خدام وكل شي نزيان وهذا هذا الحب معدي من ديربي انا اي اصراف فعالية وصافي ولكن لا ارى الدواب هذا ربي اخلق المره عندها مشاعر وبطبعها تبغي الاهتمام وبطبع هكا تبغي الاهتمام والاهتمام انا كيبال يقع اقوم الحب اشنو فيديت انه يبغين هو ما مسوقنيش وكيمكي يكون الاهتمام مره مره بعدوش قاعد يدخل الى غرف وردة انا جرتلك وريدة الوريدة ديالي قاعدت المره باش كتحز قاعدة يجي انا يهو واحد يجي ينوح صباطه يقولك حطي لي انا نتغدى ولا نتأشى وتقامها المرهات قد كنت تركب المرهات المرهات قد كنت تركب المرهات لا ترى لا ترى ايضا لا ترى ايضا لا ترى ايضا هذا النوع خطير الخطير الثالثة هو النوع الزوين الذي هو الانسان الحنين الرجل الحنين الرجل يتطلب ايضا حان لا ترى ايضا لكن يتطلب عمله الرجل الصح الرجل حان يتطلب مرهات وهذا يبدو مرهات وصورة صورة في الأنسان الكوزينة الزوال لا يضع أخذت تفاحة و أخذت تفاحة أخذت تفاحة كبيرة أعجبتني و قلت أن أخذتها أخذت تفاحة و ستفرح أن أخذت تفاحة الكبيرة و أخذت تفاحة الكبيرة الإنسان الذي يرى لا تشعر طبيعتك يجب أن يكون هناك شيء خفيف تفاحة كبير يكون أخذتك ما هو مشكلتك؟ أنا لا يعجبتني لا أخذتك شي شيء لا يوجد شيء موشك لا يوجد شيء مقلقك إذا أنت مريضة لا يوجد شيء جدا أخذتك شيء مريضة لا تنقل تفاحة و أنتسجد المكلمة مزنقة أو أنتسجده و أنتعب بجميع الرقة أنت تتعبتك درجة الأخي يكون لباس و لا يوجد شيء هذا الرجل هو الذي يأخذه هذا الرجل هو الذي يأخذه الرجل طيب أي شيء يشجعك مريضة مفقوسة معصبة خرجي دوارتي وصحابتك يعجبك صحابتك يعجبك النشاط خرجي خرجي وقام بها بحرجنا أدى أكسيدة هي رقم واحد في حياته فقط إذا كان لديك شخص لاهدنا لأنه مهمة في حياته لأنه مهمة في حياته يعني لديك شخص زوجها لأنها ترب بالدرارة لا يشاعره إلا غير هي في أحد الأزمة إلا هي غير مفقوصة إلا هي شيء يقدر إلا ما يعرف شيء عبر شيء غير أنه غير أنه يحن ويحسب ذلك السوتية مغال بدك الدعم أنا كين هنا أنا هو سنة ذلك أنا هو أمان ذلك لا تخافيش ولا تهزل همت الحاجة هاد النوع اللي زوين هاد النوع طيب هاد النوع اللحنين هاد هو أحسن أنواع رجال بغض النظر يمكن أن يكون مهم أفضل وكين بعد المرة يمكن أن يكون نصنين فيه بلية ولكن هاد النوع لباشر هاد النوع للإنسان هاد النوع للباشر هاد النوع النوع وخاكم يكون فيه عيوب وليس فيه ولكن يطاغي عليه الجمال لأن فهم زوين وهد النوع وهذا النوع مفصل بغض حكي انظر ما يمكن أن يكون لباشر لأنه يكون إنسان طيب و قلبه عمر بالخير هذا هو النوع المتدين والله العظيم هو النوع المتدين على الصلاة والدين والجامع و لا يخلوا مواله ولكن قاسح 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 و تنبه الحمد للجاة غير بكلام و بالات و بذك النفاخة و أزيد عليهم البخل نريد النوع للرجال الذين يكونوا بخالق الذي لا يزهق راه موصيبك أحلى ولكن أنا أقول الشيء إذا كان زقرهم إذا كان داع حنين و ولد الناس و ليس باخية لدرجة أنه يجوعكم يتنعلي مثلا مفرقون و ليس باخية لأن هذا الشيء الذي يكون لدب نيس ما يعطيهم يعني يكون لهذا الشيء غير مدى مدى يعالف الوصول ربما يجمع الدول الزمان ربما الله يعلم ولكن أنا كنقول بعدها في الأساسيات غير أنه يكون قد بداره قد بولاده كي يسير ليس أن يباخله مجوع المروم مجوع الدرالة و قالت كي يخسرهم هو على أمور أخرى و ذلك شيء المهمة لبنات الفيديو دي نوصل النهاية ديال و أتمنى أنكم تفهموا و تسوع بكلامي راح حال من واحدة مزوجة بملياردير الله هي مفرحانا هو دير وحدة في الدار و دير 87 وحدة في الديورو و في الفيليات ديالو و في بلا 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 كي يمشي داعو و أخذ مال بره و لا يقدروا و دير سفرية و البره غير بشي قصر فيهم و المرأة عارفة هاتشو ما تقدر شدوا و عندها الفلوس و عندها الدار و لكن حسب رأسها بأنها لا شيء و أصعب إحساس كما تحسوا المرأة أصعب إحساس و أنها تحس برأسها بأنها لا شيء في عينين رجلها و أنها هادوك اللي عليك يعرفون بأنهم أحسن منها بكثير و أحد إحساس صعب هادوك هو العادب وهو الموت الباطئ أتمنى الفيديو نال إعجاب ديالكم و أتمنى تخلوا لي لايك دعموني في القناة راهاللايكات ما كتكونش إطلاقا و من لي ما كيكونش اللايكات راه الفيديو ما كيقترحش اليوتيوب ما كيقترحش الفيديوهات وبتالي القناة راه ما كتطلعش فأتمنى أنكم تدعمون القناة و لا أعجبكم الفيديو خلوا لي يتعلاقوا زوين و قولوا لي شنو نوع الفيديوهات اللي كيتعجبكم أنني نحطها في القناة و لا عندكم شي موضوع بغيتوني نقشوه نقشوه في القناة ديالي خلوا لي هذا الموضوع عني ترى واحد السيدة اللي طلبت منها أنني نتكلم على على أنه زمانيبنات خلتهم يعرفوا يختاروا وهي اللي اقترحت عني أحد يلي مزوجه بالنوع تاني و فعلا كيتعايني العادة بالقليم كتقول يا الشيطان راه بعد المرات كيقول يخونيه لأنه ما كيستحقني ايش قلت لي اعدبني في الحياة استغفر الله العظيم و أنا من هذا المنبر غادي نقولي ها الخيانغتي ماشي حل ذكرها مع سي الله سبحانه وتعالى والمرة اللي كتخوني الزوجيه لا مش كتخوني الزوج راه كتخون الله و كتخون واحد الميطاق مقدس مع الله سبحانه وتعالى يلا دوسوا في أمان الله و لأعوش الله في الفيديو استيد اشتركوا في القناة